مواصلة لإنجازاتها الدولية حصلت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء على شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المهدرجة لتصبح ضمن أول خمس دول عالميا بتحقيقها هذه الشهادة الدولية وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 اطلاقا من رؤية المملكة 2030 حققت المملكة إنجازات دولية كبيرة جدا على جميع الأصعدة وكان من ضمن هذه المجالات هو حصول المملكة على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات المحلية والمستوردة في المملكة من الدهون المهدرجة جزئيا هذا الإنجاز حصلت عليه المملكة من ضمن خمس دول فقط في العالم وتم تكريم المملكة في مقر المنظمة الصحة العالمية اخترت المملكة من قبل منظمة الصحة العالمية رئيسا للفريق الاستشاري الدولي للقضاء على الدهون المهدرجة لفحس وتقييم الدول بناء على معايير دولية وضعتها منظمة الصحة ترأس المملكة الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الزيوت المهدرجة الجزئية طبعا هذا الفريق الدولي مهمة الأساسية هو تقييم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية من حيث الطلبات التي تم تقديمها من هذه الدول لهذا الفريق والتأكد من خلو المنتجات الغذائية في هذه الدول من الزيوت المهدرجة جزئيا تمكنت المملكة من الحصول على شهادة الاعتراف الدولية إلى جانب أربع دول هي الدانمارك ولتوانيا وبولندا وتايلاند وذلك بعد تزويد الفريق الدولي بتقرير مفصل يتضمن جهود المملكة بمنع الزيوت المهدرجة جزئيا مواصلة لإنجازاتها في الساحة الدولية والأممية حصلت المملكة العربية السعودية على شهادة دولية من منظمة الصحة العالمية بخلو المواد الغذائية من الدهون المتحولة الإصطناعية طه يوسف حسن قناة الإخبارية منظمة الصحة العالمية جونيف